وأعلنت ولاية الجزائر وضع الحفلات وكل الخطوط المستغلة من طرف مؤسسة النقل الحضاري وشبه الحضاري مجانا لنقل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وأضح بيان الولاية أنه تم تخصيص شبكات ترامواي والمترو أيضا بشكل مجاني للناخبين وذلك بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الواحدة بعد منتصف الليلة اشتركوا في القناة